أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للحدث إنه تم التواصل مع حكومة إسرائيل من أجل السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأكد ميلر أن إدارة الرئيس بايدن دعت ناتانياهو إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن تقييمنا يشير إلى أن الأمر ليس كافيا وأن ذلك يحتاج إلى المزيد من أجل السماح بدخول المساعدات ولهذا السبب نشارك على أعلى المستويات في الحكومة بما في ذلك الرئيس بايدن نفسه ونوضح تماما وقلنا لرئيس الوزراء ناتانياهو إنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وأن القرارات السياسية التي نتخذها ستعتمد على القرارات التي تتخذها إسرائيل لدى إسرائيل سجل حافل في إجراء التحقيقات مع جيشها وفي بعض الأحيان فرضوا إجراءات المساءلة لقد رأيناهم يفعلون ذلك فقد اتخذوا إجراءات المساءلة هذه علنا في الماضي وهذا لا يعني أن هذه الأمور تكون دائما على المستوى الذي تريده حكومة الولايات المتحدة ولا يعني أنها دائما على المستوى الذي تريده الأطراف المعنية الأخرى لقد أعلمون بالتحقيقات التي يجرونها وسنتأكد من عدالة تلك التحقيقات وفيما إذا كانت المساءلة مستحقة فإن تلك المساءلة هي التي يتم فرضها